السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعضاء متابعين على قناة ارباح من انترنت. انا سعلا بكم. لو دي اول مرة برجاء اضغطي زر الاشتراك وتفعيل الجرس لسي لكم كل جديد. اه النهاردة بازن الله نبتدي مع بعض منصة خاص بمنصة اسمها اه هي منصة جديدة. اه كان لها سابق والمنصة صدقها في وصل بالفعل عملة اه فتحين تداول بس ما فيش تداول فعلي يعني لو بصنا على العملة اه موجود اقصاد اليورو موجودة اقصاد البيتكوين بس ما فيش تداول فعلي عليها لسه. فانسان لغاية لان ما نبتدي بتداول يفتح عليها وبازن الله نشتغل على العملة او نعرف الناس انها بتادي تتبيعها. اه مبدئيا اول حاجة هتسجل في المنصة بعد كده اردرو بنفسه عبارة عن بوتر جرام. اه المكسف في حوالي خمسة دلار وعلى كل احالة نص دلار. اه ببتدي معك بتحل الكاباتشا بعد كده تنضم جروب اول وتاني ثالث بعد كده ادفله على تويتر وبيأكد عليك ان تسجل في المنصة. اه تقول له بعد تأكد البناتة تقول له طبعا بعد كده اه بعد كده افولو على تويتر وتحط لليوزر بعد كده الايمين انت سجلت به في المنصة. سبع كده رابط الاحالة بتاعك وتروج لايه? اللي بعده. اللي بعده ده مرتبط بموقع تعدين. اعمل خاص به تمام اسمه هتيجي تسجل فيه اول حاجة في الموقع تحط هنا رقم محفزة ما يصير اوليد اوميتا ماسك. تمام? وهنا رقم محفزة عاملة دكوين. وبتحط الباسور تقول له ستارت فارم. تمام? كعائد من ورا الموقع على الخطة المجانية ما تستنوش منه حاجة يعني. تعديم بطيء جدا عليه يعني. تمام? اه انما هو اللي فيه الفايدة بتقل معانا. ببتدي معانا بالشكل ده ما ابدأ اين بقول لك ده العدد الزاكي بتاع العملة. موقع العملة زي ما قلت في الاول اللي انا جيبته. بعد كده ده العملة البيع بتاعها على يونيسويب فالعملة بتتبعها بالفعل فمضمونة. بيديك خمس ومية قطعة وعلى كل احالة خمسة خطعة. اه بنبتدي بعد كده نضم وتحط بتاعك. فلو على تويتر والباصد ده بتعمل لها كورة تويت. او هو تقريبا اه بوست جاهس. لا يا ربي البوست ده بوست جاهس. تاخد بتويتر تياه جهزة كوبي. وتفتح ها من صفحة تويتر. هتعمل معك تويتر تياه جهزة. تحط اليوزر اللي انت عملت بيه التويتر او يوزر التويتر الخاص بيك. بعد كده رابط الاحالة او بقى كده بيطلب منك هنا اه بعد ما دوس على كلمة ما يطلب منك اه كود الاحالة بتاعك من الموقع. هفترجع الموقع هنا. هتدوس على كلمة او هسف لكم لأ مش كلمة عدش بورد زي ما انت كده تنزل تحت يعني هكوننا فوق ننزل تحت. هتلاقي كود الاحالة. هتاخد كود الاحالة كوبي وتحطه هنا في المكان المخصص ليه. بعد كده خلاص بتاخد رابط الاحالة وبتروجله. تمام? وهو الرصيد بيجي لك على الموقع نفسه يعني هتلاقي الرصيد هيجي لك على موقع التعليم بدر تسحبه بعد كده. فما تنساش بس بعمله اوضافة عندك. عشان ما ننسهوش. تمام نخش على بعده. ده محفظة مرتبط محفظة فانت المطلوب منك هتسجل فيه. تمام? تسجيل عادة مفوش اي المشكلة. اسمه سوي بورل تقريبا اسوي بورل. اه الرصيد الناس بتسأل عليه الرصيد مش هنزل لنا دلوقتي. يعني انت مش هتلاقي في رصيداتك حاليا. غير بعد ما تخلص المهام ويتعمله تشيك عليه عشان تشيك هنا ما نول. كان الاردروب مش بيسجل نفسه. تمام? انت المهام موجودة عندك على الشمال هتنم اول وتاني. اه على ميضم تويتر هتعمله بحاجتين هتعمله اول بوسة هتعمله لكرة تويت مع كومنت. تمام? وبعد كده ايه سابقراب على تيوب وتحطوا الاسباب بتاعتك هنا كلها بما فيهم لينك ايه ريت وتالينت عملتها. اه هم هيعملوا اه يعني مراجعة على الاردروب تريباً اخير يوم في الاردروب النهاردة. عشان بقول لك لا يا ربي لا في شهر اتنين. عيب الاردروب ده هيوصل في شهر اتنين. استاشر اتنين اقدمه شهر بالزبط من دلوقتي. فاشتغل عليه براحتك وروب براحتك. تمام? نقش على بعده. بتيجي هنا تحط ايميلك ايوزر اه بتسيب كود الاحالة ده زي ما هو. اخلص بالصاحب اللي بتسجله انطريقه. هتعمله على تويتر واو البوست لايكو مع كومنت. تمام? اه البوست ده هتعمل لك بس تقريباً. اعمله مع كومنت برضه عشان ايه? طيب اضامن. اه انضمه اول وتاني وبعد كرة تحطه الاسبتات. يوزر التويتر يوزر التريجرام. رقم محفزة عملة ترون. بمحفزة المستخدمة هنا ترون ودوس لو كلمجيون اردروب. نجي الادروب ده مكون نعتبر من جزئين. اول حاجة لانتكون مسجل في المحفزة بتاعتهم او موقع العملة. تسجيل في سهل عامة. الناس اللي مسجلة قبل كده كانت معنا في الراعندات القديمة هيلاق لهم رصيدنا عامة يعني من العملة. عشان العملة دي كان لها اردروب قديم كازا اردروب قديم. تمام ما اخش نكمل فورم تحسجل في العملة زي ما قلنا. هتنضم الاتنين جروب تيجرام. بيقول لك لايك وكمنت يبقى اول بوسط هتعملوا لايك وشير وكمنت كمان. اه اي تاني بيقول لك شير باند بوسط النظر فيسبوك. تمام بيقول لك بقى نشور اول بوسط تحتهم في اي جروب خاص با على بخاص بالعملات او بالايردروبات. اه كده او يعني. تمام بعد كده تحطينا تاريخ ميلادك. ديت مش هبقى تاريخ الميلاد بقى. ممكن لتاريخي اليوم. فبقول لك ديت. ما معلش بيرس داي. فنقول ديت يبقى تاريخ التسجيل النهاردة. انا هتسجل مسلا النهاردة. بحط تاريخي اليوم اليوم الي هتسجل فيه. الايميل اللي انا بسجل به في الموقع بتاعهم. اه لينك البروفايل بتاع الفيس. سكرينشوت. لايه بقى? اه سكرينشوت واللايك باند بوست ويوربيش ماشي. ان انا عملت على الصفحة بتاعتي او على الاجهة بتاعت البروفايل بتاعنا شارطة اي بوست ما انا عندهم. تاني حاجة. شير بوست ماشي. اي بوست موجود على الصفحة بتاعتهم انشره على اه او خاص بعملة الا اي عملات يعني او ردروبات تلاتة بوست بير ويك سري بوست برويك يبقى ردروب داع فكرة ممكن او الفورم ده مكن تشغع لي كزا يوم. عشان كده حاطت الديت يعني اقول تاريخي النهاردة. فهو عشان حاطيت لي مسلا ده شغل النهاردة. تمام? فعمت انا هو بقول لك في المرة. يعني هو مفروض لانا اكملت المهام دي اخد خمس ومس قطعة او خمس سلاف قطعة من العملة. اوكي? انت مكن تشغالين النهاردة او كل اسبوع طريبا كل اسبوع مرة. بوست بير ويكسري بوست. اه لاي ان انا عمل تلات بوستات في الاسبوع مش اكتر من كده. فانا ممكن اعمل الفورم ده عاملة تلات مرات في الاسبوع. تمام? نيجي بعد كده سكرينشوت بروف جون تمام. اثبت ايه ان انا انضمت الاتنين جروب تيجرام وحط الرفاح وين اوه. خش على الدروب اللي بعده. الدروب ده كان افل ورجع فتح تاني الناس اللي ملحقش تسجل فيه. هو عم بيوزع حوالي امتين الف قطعة من عملة بين. بيقول لك اه على عشرة تلاف شخص. تمام? فضل فيه فتح تاني لمدة خمسشار يوم طب كويس. هتنضم جروب تيجرام اول فلو على تويتر بيقول لك اه اول بوست موجود في تويتر عندهم هتعمل له لايك او تويت مع كومنت مع الهاشتاج ده تحط تلاتة هاشتاج دولت انا اسف تلاتة دولت. تلاتة هاشتاج دولت. تمام? وهتعمل له فلو على الفيس وفلو على اليوتيوب او بتحط الاسباب بتاعتك. اه وهنا بتحط استأذنك هتحط او الينك البروفيل بتاع تويتر خاص بيه. نقش على بعده. منيجي ده واعتبرش تمام? نصيحة بقى عشان ما حصل معي في عملة نام. عملة نام انا كنت اقول لكم ان هي نزل لها تطبيق والناس اللي كانت مسجلة في الويتليست. اه تفتح المحافظ بنفس الاميل اللي كانت مسجلة في الويتليست هتلاقي رصيد لهم من العملة. اللي حصل معي انها كنت مسجل باميل وتقرير مع عظم التطبيقات سببورت للجيميل بس تمام? فهو لقيته سببورت للجيميل ومش فاتحتي تاني انا اضيف ايه الهوت ميل. فاعتبر ايه انا كده ضع علي رصيد بتاعي عشان اه انا كنت مسجل الهوت ميل فتمام? فيفضل انت تسجل هنا برضو في الويتليست ده سجل انا اخليك عن متن اي بايميل الجيميل. تمام? العملة اسمها وبقول لك ان هم متعقدين مع ملصة او هيب العملة هتنزع على فمش هنخسر حاجة. كل القصة بسجل بالايميل بتاعك بس. تمام? نخش على بعضه. هنيجي ده خاص بعملة اسمها من عالية الدفاية. هنيجي اول حاجة نحل الكاباتشا بعد كده كنتينيو. هنيجي هنا ننضم الاتنين جروب تجرام فرو على تويتر. البوست ده بالاخص هنعمل مع اضافة الخمسة او التمانية هاشتاج دولت. تمام? بعد كده في بوست جاهز. لو مش جاهز. لهو البوست ده بالذات بالاخص. قشت عمله مع كومنت برضو. هتحط له الايميل بتاعك لينك بروفايل التويتر. لينك بروفايل هو هديك مهم هنا اضافية لينك دين. هتعمل له فروع لينك دين وتحط لينك البروفايل بتاع لينك دين الخاص بيك. اه تعمل مصاب قرائب على يوتيوب وتحط اه اسمك اسم القناة نفسها. تمام? هنيجي هنا. بقول لك انت ريور هبا ايكو شاين ادرس. تمام? اه هنيجي الجزئية ديها هتجي في اردروب هواضحها. تمام? او مبدئيا انت ممكن تجيب العنوان من على محافظة تمام? للناس اللي مش عارفة تجيب العنوان مني. اوكي ممكن تجيبها مع محافظة هبا نفسها. هدي كده معك تني اختيار. طالت اختيار انت تحاول للميتا ماسك لشبكة اراية العملة دي. اه العملة دي عبارة او دي عبارة عن بروتوكول او يعني بص مش بروتوكول يعني ايه. شبكة هو يستعمل شبكة وهو يستعمل تمام? بس عشان تقرى العملة. لازم اقول العملة لما توصلك مش تعرف تقرها غير عن طريق الشبكة الاتش تي. اللي هي الهوبة دي. تمام? فتا هتضيف في في الميتا ماسك عنوان جديد للهوبة زي كده اهتضيف شبكة جديدة لا اراية زي الشبكات اللي انا عندي دي موجودة اوتوماتيك. دي دي انا وحق اضيفها وقلت لكم اضيفها ازاي? دي دي ده بقى. هفي بعد ده انا لسه هشرحه. هوضح لكم ازاي ايه? من ضمنه قصة دي. انت ممكن مبدئيا تجيب العنوان من او من هوبا نفسها في محافظة خاصة في هوبا او تحط عنوان ما تقلعش. واي عنوة انا عنوة العملة اللي هو بتعامتها العادي. تمام? وانا هقول لك ازاي تضيف الشبكة عشان لما العملة توصل لك تقراها. رصدنا لغاية فين? اه المحافظة بعد كده خلاص رابط الحالة بتاعك وتروق له. وناخد الشعر اللي بعده. نيجي ده واعاوزكم تركزو فيه عشان مقدش يخسر فلوسه. اه ده انت مبدئيا هتدفع في فلوس. هو اعتبر شيء يعني انا كنت انا نساعي مئردروب نساعي مئردروب. هو فكرته مرتبط اساسا بالمنصة دي. المنصة دي عاملة زيوني سويد. وعاملة عرض جديد. تمام? غصب العملة خاصة بيها. او عملة اتش تي. اللي اتنين مرتبطين بعدها هنقول لعملة العملة بتاعتهم. والعملة دي هيبقى لها شعنة وسعرية في المستعبل كده زي عملة او عملة تونيس ويب لم نزلت هنكنا نتكلم بالنسبة لذحة ده او البونس ده. خيات مبلغ كبيرة. الف دلار الف كمسمائة دولار. مبلغ جامعة. تمام? فهنركز ده شرحها بالأقص الاصلين عشان هو بطلبه مني. فهنيجي واحدة واحدة. اول حاجة لازم يبقى معك رصيد من عملة العملة دي هي تقدر تشتريها من المحفظة لو انت عارف المحفظة. او عمدك رصيد عليها اي عمتا يعني او من المنصة فهيسيب لك رابط المنصة عشان تشتري العملة. يبقى انت اول حاجة لازم يبقى معك رصيد من عملة تبعت بقى هنا تبعت 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 اي فلوس على المنصة دي عشان تشتري ايه? رصيد من عملة اه تمام? ممكن تشتريها من على ولات لو معك رصيد على ولات تعامل عليها تمام? معك كزا طريقة. المهم المكان اللي هتشتريها منه برحتة كده. انا هسيب المنصة للناس اللي بتعامل مع المنصات. اللي عارف المحفظة ممكن تخش على محفظة ولات فعملها ممكن مع المحفظة اهوبة نفسها لو معك رصيد تخش تعمل له او تعمل له ارسال على طول لو معك من مهم يعني عاوزين ايه اختصار الكلام? عصيد من عملة البوست اللي انا سيقول لك البوست ده انا سيبه في الجروب تيجرام. بس في ناس كتا عاوزين انا اشرحه. اه انت هتشتري على الاقل هو انا اكتب لك خمس قطع بلاش خمس قطع هتشتري ست قطع. يعني هنخش في حوالي تلاتين دولار. تمام? يبقى انت الدروب ده هيكلفك تلاتين دولار. اه على الاقل ده منموم. ده اقل حاجة. انت انا بقول لك ليه حط ستة ممكن اقل لحاجة خمسة بس انا هقول لك ستة ليه. عشان في واحد كده في قطعة منهم هتضيع في التحولات. المهم خلاص اشترينا وبقى معنا رصيد من اتش تي. وانا هو كيفين العملة اتش تي احي. اقلت بقى لك في اتش بي تي وفي اتش تي. هنأوزين اتش تي. هنيجي نعمل لها وخلاص بقى معاك رصيد هتقول له وصدروه. ركز معينا بقى في الوصدروه. لما تيجي تعمل لو اصدروه. لو انت هتشير من المنصة. هتقول له وصدروه على عنوان اي ار سي او اتش اي اي كو. الاتنين واحد مش هتفرق يعني. حتى لو لاحظت ايه العنوان اه الاتنين منعية. فما تفرقش. مش فرقة معنا. المهم يعني. قلاص انت استعملت او 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 دي. الاتنين هتلقم نفس الان حتى لو عملت عليهم. انا مده اللي مختلف. فانت هتختار مسلا. اللي سيرهم. وما انت جاي بقى الخطوة اللي جاية بعد كده. انت هتستعمل ايه? لو انت تبعت رصيدك ده على ممكن تريح دماغ خالص تبعت رصيدك على محفظ تراست والت. ده لو انت هتستخدم الموبايل في التحويل اللي احنا هنعمله. يعني في خطوة. احنا هنعملها بعد كده. هنستعمل فيها. لا تراست والت لاما تستعمل الكمبيوتر زي انا ما باستعمل. انا باستعمل الكمبيوتر. اوكي? بقى انها لازم احول اول الحاجة الشبكة بتاعتي بتاعت ان هي تقرأ عملية عشان منصة تقدر تفتح معي. وما انا جاي كده فتح نزل تحت اقول له او كاست بي سي ار. عاملة داتها دي. داتي عاملها منين هتنسيبها لك في البوسط ده. تنزل تحت على كلمة اول خانة هنحط الاسم ده بعد كده مية تمانية وعشرين بعد كده هنحط اللينك ده بالكامل هنحط اللينك ده بالكامل. كل ده هنحطه فين? هنحطه هنا اوه. في الخانة دي. بالترتيب زي ما هو محطوم في البوسط كده. اوكي? كده عشان يرى معنا الشبكة بتاعتي اللي هي هيكو او اي حاجة عنك انا نشوف انت الاسم اللي عادت سميها بيه. هو هتلاقي لها كزا طريقة يعني فيه اللي مسمى في اللي مسمى هيكو. فاحنا هنقول نسمها هيكو او اا الاسم ده اوكي? نرجع تاني هنا. جفت الشبكة ودست لها سيف. هتلاها هتظهر معك بحسب الاسم اللي انت سمتها بيه. انا بسميها اتش تي. اوكي? نرجع بقى نفس الفكرة اللي هتطبقها في المعقع هنا مع الكمبيوتر وهي نفس الفكرة اللي هتطبقها في في الموبايل. او انت هتفتح معها. تمام? هتيجي تقول لجون. بس لازل اول حالة طبعا يكون معك احنا قلنا نبعت رصيد من هوبا. لو هنستعمل او رصيد من هوبا. لايه اه سويب او او اناسب او او الموم يبقى معها رصيد سواء انا على الموبايل او على ميتة ماسكين او. ودخلنا على المنصة يبقى معي ست قطع. هاتيجي اول حاجة هتقول له تقبل انت جون تمام? وبعد كده هتخش على كلمة نركز زينا. عشان يقضوا البونس اللي هم هيديهم لنا بعد كده من المنصة دي لازم اعمل اركز في القطوات دي. فين اهو? تمام? انا قلت لكم اقل حاجة تشتريها خمس قطع. احنا هنا ست قطع. تمام? بس لازم تعمل عشرين تجارة. تمام? ده لو انت ايه حاطت اي داع بست قطع. تمام? لو انت شريت عشر قطع يبقى انت هتعمل كم تداول? لازم تعمل عشر تداولات. لو بقى رايحت دماغك وشريت مي قطعة من عملة اش تي وبعدتهم على المحفظة بتاعتك تداول واحد بس. تمام? هتعمل تداول واحد فقط. بس المية قطعة عانيه ربعمية قمسين دولار. او ممكن النهاردة كمان عانيه خمسمائة دولار. اللي عملة سعرها رفع. تمام? فاحنا هتكلم في الضعيف. اقل حاجة معنا لو هنعني خمس قطع او ست قطع. انا قلت لكل ست قطع. عشان في عملة فيهم هتضيع فكزة عميلة السويبل انا هعملها. انا محتاجة اعمل كم تجارة? عشرين تجارة. واقعد عدهم عشان ما نساش. اكتبهم فورا عشان ما نساش. هاجة حول كزا مرة. حول بقى من اي لأي حاجة مش تفرق. هاجة مسلا انا معي رصيد خلاص. اختار مسلا اي عملة اكتب اسم عملة اي هنا او اسم عد اي مش تفرق. المهم اعمل السرش على اي عملة. وهيبقى من الى لك اي عملة تانية. هياخد الرصيد يعملوا ايه? تداول. وبعد كده هتحول بقى. هتحول رجع تانية من عملة مسلا اختارة. تمام? هترجع تخلي هنا وهنا هتعمل كمان تداول. كده انا عملت اتنين. افضل احاول من هنا 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 في قطعة هتضيع منك يعني احنا قلنا ست قطعة عشان في قطعة هتضيع مني في التحولات اللي انا بعملها هتعملها عشرين مرة. ده لو انا هتشتغل على ست قطعة. تمام? اعمل عشرين تداولي. مرة من هنا مرة من هنا لغاية لما كامل عشرين ايه تجارة. مجرد ما اكملت العشرين تجارة. خلاص راح ايه خيبانا كده منطح ان انا البونس الجاي بازني لما المناصة دي تنزل البونس هيبقى ليه يا ريها اقصد فيه. انت كي بتدوس هنا على كلمة تلاقي كلمة قرية متفعالة ساعتها لما ينزلوا البونس وبازن الله تبقى المحفظة بتاعتك من الناس المقبولة. نجي نخش على اللي بعده. ده مهم. العملة موجودة بالفعل على مص تمام? انا مسجل فيه بقى لي فترة بس ما كنتش بصراحة بتفعل معي يعني اللي خلاني خدت يبالي منه. ميتهم بعتولي على على الايميل للرسالة ان انها ممكن ايه? اخش فتح والسحب حاليا. بس هو السحب لشروط ان اقل حاجة ميتين قطعة. فانت هتجمع الميتين قطعة من الحاكتين. من الساعة بتلاقيكم لهم اضفوا ساعات مهام جديدة. وفي الشيك ان دي. الشيك ان دي بتديك نقاط برضو. ندوست والشيك ان بتاع النهاردة. تمام? قطع عشر نقاط. تمام? طبعا غير الاحالات. ده الاحالات في المهام ما عاج بتعملها فولو على تويتر معرفش فولو على تويتر فولو على تويتر. دي انضمام لجيت هاب اه برضو. حاجات زي كده. المهام ساعات بيضيف هم بينزلوا مهام جديدة. اوكي? وبعد كده بعد ما بتعمل الكلام ده. هده بتنساش بس كلاي من عملت لقى الكلام اول يوم بتاع النهاردة خلص. تمام? في بقى الجديد انت ممكن الناس اللي مسجلة معهم اكتر من مئتين قطع انا باعي كان قطع مئتين وستين قطع. فاضل لي حوالي ربين قطع وممكن اسحب. الساحب بقى ساعيتها ممكن اسحب على بس مش على نص لازم ما اجي اسحب لازم اسحب على المحفاظ الخاصة بهم. وبعد ما اسحب على المحفاظ الخاصة بهم اسحب على كلاه على. تمام? نركز هنا. انت بتيجي السجل هنا. اوزي اطلع بس الاول. تمام? تمام? لما تيجي السجل هتقول له تمام? هيظهر معاك ايه نفس الخنادية? قريبا شبيه هاليا. هتختار تقول له حساب في حاجة اسمها حساب الايه الوالت. بس واحد لا مش جايب هالي نعاوز هورها لكم. مود. اه والت مود. لما تيجي تختاري اختار الوالت مود. انا بغيخش تسجيل دخول. المهم ما انا بعد التسجيل هيديك حاجة اسمها والبرايفت كي. هتحفظ بالكلام ده كله. واليوزر اللي انت بيسجل به هو رقم محفظتك. يعني انا مسجل بمسلا ماكس اول هيبه ده اللي بتناها رقم محفظتي. اللي انا عبعتها على الرصيد من المواقع. نخش بس نفتح اه انا ده. ده البرايفت كي وده ماشي خلناها ببرايفت كي وخلاص. والباسورد هو وكاكا داخل. هحط البرايفت كي واجعلكم. تمام? المحفظة بعد مفتحتها تبقى بالشكل ده. زي ما قلت لك بتاعك هو ده رقم محفظة اللي هتبعت عليه من هنا. تقول له اصدره نضيفت رقم محفظة مختار وما فيش مشكلة بعد كده. تقول له اصدره تبعت عليه. تمام? ليه ما ينفعش تبعت من هنا على منصة عشان المنصة? بتحتاج حاجة اسمها والميمو مش متوفر هنا. انما متوفر لما ابعت رصيدة على المحفظة ومن المحفظة قادر عامل ايه بعد كده. تمام? قادر عبعت رصيد بتاعي عبحط العنوان والميمو بتاعه. زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام? مهم هو ما يسابشة. نخش على اللي بعده. بدخص بعملة اختصارها هم يوزعوا عشرة مليون قطعة منها. اه المهم بتاعتنا كالتالي هنحط هنا اميل هنعمل هنا بيقول لك مش فاهمه ده وده لبما في حاجة هنا عوزنا بص على الصفحة الرئاسية بحط الاجابة بتاعتها. دي الصفحة الرئاسية بتاعتهم اهي واحد اتنين تلاتة ربعة خمسة ستة. بحط هنا رقم ستة. تمام? هنجي نعمل على تويتر ونحط اليوزر بتاعنا. لأ لنك البروفايل. تمام? البس ده هنعمل لها كراتويت مع كوميت ونحط لنك ريتويت تاية. وبعد كده هنيجي هنا. انا نضم الاتنين جروب تجرام ونحط اليوزر. فلو على الميدام ونحط اليوزر. المحفظة هنا تمام? فنحط اللي هي ما يسر والدها عادي. وبعد كده صاحب اللي حالة. فاستاذين قد تحط اليوزر الخاص بهنه. نيجي بعد كده اللي بعده. وده خاص بعملة اسمها بوليكا. المهم كالتالي هنعمل المهم من هنا على تويتر مع كومنت. انضمهم لاتنين جروب تجرام. زيارة صفحة بتاعتهم. هنحط هنا اليوزر التليجرام لينك ريتويت تاية. لأنا هنا يوزر التويتر هنأسف لينك ريتويت تاية. بقى يوزر التليجرام. بعد كده رقم محفظة ما يسر والد. بعد كده يوزر اي صاحب الاحالة. تماما بكده رضربات المعانة تحت النهاردة. في جديد وصلنا اه في جديد وصلني بس ستي ارسي. احنا عارفين الاسيريوم عالي فالدروبات بتاعته لسا ما وصلتش. اتمنى انا اتمنى بصراحة ان الاسيريوم يهبط. عشان الواحد يلحق يلحقه في غلطة انا غلطة انا ما قدش مخزن منه بصراحة يعني. يعني انا انا كنت معي كتير انا كنت داخل على تلات قطع اسيريوم. بصراحة صرفتهم في في الرخص زي انا ما بقولهم. فين? انا عبشر محفظة دي اللي عليها الرصيد. فين 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 فين? تمام دي. في عملة عملة وصلتني اه لعملة يوني اه يوني سي دي. وصلني منها ربعمية اتنين وستين قطعة. بس العملة تقريبا لسا ما فيش داول عليها. نبص كده مور لا لسا ما علاش تداول. تعرف العملة على تداول ازاي الناس اللي مش عارفة. تفتح اي عملة اشعاش شوف لك عملة على تداول تقريبا ديكو ده على تداول. لا لسا. اه زي نفتح اي حاجة على تداول. تقريبا دي على تداول. اه ندوس ان امور. ونام جاب لك كلمة بقى العملة ديك على تداول. ديكو در تخش اتباح على طول. تمامي بديك اه دي العملة اللي وصلتني. سيقولت ما ايسر والد. وصلني من. اللي هو اللي كنت دفع فيه عشان او صدق معي. كنت شرحوا من كم يوم ده. او من اسبوع تقريبا دخل على الاسبوع كده. وصلني رصيد خمسمة قطعة من عملة ده طبعا غير ايه التعديد ان هما بيعدنه للي يوماتي على المنصة. وصار ان هون خمسمة قطعة من عملة غير التعديد ان انا على المنصة عشان همشتري اقتخد تعديد او عامل حاجة اسمها بولة. بعدن بها. تمام? فيعتبر صادق دي اول خمسمة قطعة وصلوا. غير التعديد لو بيعملوا لي. اه بكده انتهاء النهاردة. تمنى يا ربك وانشار حاجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.